الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ابناء الطلبة سنة أولى ثانوي جذع مشترك علوم تجربية مرحبا بكم إلى قناتكم لرياضيات اليوم جبت لكم نموذج فعلا إنه رائع يتضمن أربعة تمرينات لهذا الاختبار القادم إن شاء الله لثلاثي الأول إذن قلت أربعة تمرينات التمرين الأول يقول أجب بصحيح أو خطأ مع التعليل يعني ما تكتبوش فقط صحيح أو خطأ بدون أن تقولوا لماذا إذن هذا هو السؤال التمرين الأول ثم عندكم تمرينات ثاني على الحصر والمقارنة أتمنى أنكم تحولوا فيه فيه أيضا المسافات ثم عندكم التمرين الثالث إذن قلت التمرين الثالث ما هو أمامكم يعني نتمنى أنكم تحولوا فيه ثم فيه الحصر أيضا نتابع التمرين الثالث السؤال الثالث والرابع تابع للتمرين الثالث ثم أخيرا عندنا التمرين الرابع على الدول إذن التمرين الرابع يقول عندكم منحنة بياني ندخل لكم فقط لنقاط إذن هذا هو المنحنة البياني أتمنى أن يكون واضح للجامعة ثم في المنحنة البياني هناك عدة أسئلة وهي كالتالي أيضا عندكم باحتماد على الشكل يعني من المنحنة البياني ستجيبوا على الأسئلة التالية إذن مجموعة التعريف الصور الأعداد الطبيعي التي تنتمي لمجموعة التعريف سوابق العددين 0.4 تجاه تغير الدلة F ثم شكل جدول التغيرات قارن بين F 2.5 و 2.7 القيم الحدية هل الدلة زوجية أم فردية حل المعادلة والمترجحات التاليات ثم أخيرا جزء الأخير دلة G عددية معرفة على نقص 3.3 إذن وهذا هو التمرين نحافظ منا فقط أنكم تحولوا فيه إذن هذا هو التمرين إذن فلنبدأ على بركة الله في حل التمرين النموذجي للتمرين الأول إذن نبدأ على بركة الله في حل هذا النموذج الاختبار الأول وهو كمراجعة إذن التمرين الأول يقول أجب بصحيح أو خطأ إذن السؤال الأول يقول رتبة مقدار العدد 19.74 في 10 أس ناقص 4 هي 2 في 10 أس ناقص 3 إذن تابهوا هناك تمرينات كتبت لكم الحل مباشرة باش منضيعوش الوقت وما تجيكمش الفيديو طويل جدا إذن لا تستدعي الشرح الكثير مثلا هنا رتبة مقدار هذا العدد مباشرة نكتب العدد على شكل 1.974 في 10 أس ناقص 3 لماذا؟ لأن هذا العدد يمكن كتبته على شكل 1.974 في 10 أس واحد في 10 أس ناقص 4 تخرج لي 10 أس ناقص 3 إذن نعطبت هذا العدد مقدار هي 2 أخيرا هي تخرج لي لأن 1.9 مباشرة 9 نزيد الوحدة لـ 2 في 10 أس ناقص 3 إذن الإجابة الأولى صحيحة إذن نكتب هنا صاد لأن كل الإجابة الصحية ترمز لها بصاد قالنا الإجابة الثانية العدد جذر 13 ناقص جذر 225 هو عدد حقيقي ركزه معي وش رح ندير هنا؟ أول شيء رح نكتب جذر 225 ماذا يساوي؟ يساوي 15 إذن تولي لي هذه العبارة 13 ناقص 15 ولكن 13 ناقص 15 عدد سالب إذن هذا الإجابة الثانية خاطئة نكتب خا بين قوسين يعني خاطئة لأنه ما نقدرش نلقاه جذر التربعي لعدد سالب نتابع السؤال الثالث يقول العدد هذا يساوي يعني 15 أس 2 في 3 أس ناقص 3 في 2 أس 3 على 12 أس خمسة هو ويعني نفسه ثنين أس ناقص سبعة في ثلاثة أس ناقص ستة في خمسة أس ثنين إذن نبدأ بهذا العدد خمستاش أس ثنين رح نكتبه على شكل ثلاثة في خمسة لكل أس ثنين في ثلاثة أس ناقص ثلاثة في ثنين أس ثلاثة تقسيم ثماش رح نكتبه على شكل ثلاثة في أربعة لكل أس خمسة ثم في البسط نبسط إذن ثلاثة أس ثنين في ثلاثة أس ناقص ثلاثة في خمسة أس ثنين في ثنين أس ثلاثة تقسيم ثلاثة أس خمسة نفكك الأس هنا في أربعة أس خمسة ثم هنا نجمع الأسس إذن تولي لي ثلاثة أس ناقص واحد في خمسة أس ثنين في ثنين أس ثلاثة هنا 3.5 هنا 4 كتبتها على شكل 2.2 إذن تولي لي 2.2.5 ثم نبسط هنا إذن تولي لي 2.3.1 في 5.2 في 2.3 تقسيم 3.5 في 2. إذن فككت هنا عوضاً ما نكتب 2.10 كتبته على شكل 2.3 في 2.7 إذن وش راح ندير نختزل 2.3 لراهي في البسط على 2.3 لراهي في المقام إذن أخيراً تولي لي 3.5 تولي لي 1.5 تولي 3.6 ناقص 1.5 ناقص 6 ثم في 5.2 يبقى كما هو 2.7 كي يولي في البسط يساوي 2.6 ناقص 7. وبالتالي السؤال الثالث يكون صحيح. أتمنى أن يكون مفهوم. السؤال الرابع في سؤال الأول. إذن يقول القيمة المطلقة لـ 2.x ناقص 1 أكبر أو يساوي من ناقص 1. انتبهوا. يقول أن الحلول هي ناقص ما لنهاية واحد. ولكن احنا عدنا المسافة دائماً موجبة. والعدد الموجب دائماً أكبر من السالب. إذن ما هي حلول هذه المتراجحة؟ هي كل الأعداد التي تنتمي إلى آل. هي ناقص ما لنهاية وزيد ما لنهاية. بالتالي تكون إجابة هذه خاطئة. نكتب خا بين قوزة. يعني لكي نقول أنها خاطئة. ننتقل على بركة لله التمرين الثاني. إذن نتبهوا هنا. هنا هناك شرح. إذن عدد x عدد موجب أو بعدداً حقيقياً يعني أن ينتمي إلى آل. حيث العبارة تحا هي الجذر تربيعي لـ 9x مربع زي 12x زي 2. أما آل هي 3x زي 2. يقول أحسب آل مربع ناقص بمربع. ركضوا معي. إذن وش رح ندير؟ إذن آل مربع ناقص بمربع. ماذا تساوي؟ نعوذ آل مربع. يعني هي 3x زي 2. الكل مربع ناقص الجذر التربيعي لـ 9x زي 12x زي 2. الكل مربع. هنا فقط. أولاً وش رح ندير؟ هنا رح أطبق المتطابقة الشهيرة الأولى. إذن تساوي مربع الأول. تساوي 9x مربع. زائد ضعف الأول في الثاني. إذن 2 في 2 في 3 في x. إذن تقولي لي 12x. زائد مربع الثاني لهو زائد 2 لكل مربع زائد أربعة. ولكن هنا حذار. هنا باش تروح لي القيمة المطلقة حفواً الجذر الكل مربع. باش يروح الجذر مع أس. هنديروا قيمة مطلقة. إذن دائماً كي يكون عندكم. قلنا أن في الحالة العامة كي يكون مع مثلاً لدينا جذر أربعة لكل أسنين مباشرةً نحو الجذر مع الأس. ولكن في هذا كي يكون إيكس ما نحوش الجذر مباشرةً. دائماً ديروا القيمة المطلقة للعدد اللي داخل الجذر. بالتالي تقولي القيمة المطلقة لتساوي إيكس زائد 12 إيكس زائد 2. الآن باش نحو القيمة المطلقة وش عندي؟ عندي إيكس موجب. انتبهوا معي إيكس موجب. بالتالي تسعة إيكس هو مربع أيضاً موجب. زائد عدد موجب. 12 إيكس زائد موجب. زائد 2 إذن يكون موجب. إذن بما أن إيكس مربع موجب فإن 9 إيكس مربع زائد 12 إيكس زائد 2 كله موجب. بالتالي هنا نحو القيمة المطلقة. إذن وش تقولي لي A مربع ناقص بي مربع تساوي. إذن تساوي 9 إيكس مربع يعني العبارة الأولى هذه زائد 12 إيكس زائد 4 ناقص. هنا نحو القيمة المطلقة وش تقولي لي بين قوسين يبقى العدد كما هو لأنه عدد موجب. إذن 9 إيكس مربع زائد 12 إيكس زائد 2. نبسط العبارة A مربع ناقص بي مربع. ماذا تساوي؟ إذن 9 إيكس مربع ناقص 9 إيكس مربع تروح. زائد 12 إيكس مع ناقص ناقص 10 إيكس للي صفر وش يبقى لي أربعة ناقص 2 ماذا تساوي؟ تساوي 2 جيد. إذن أخيرا وش تلقينا؟ تلقينا A مربع ناقص بي مربع يساوي العدد 2. وكما نعلم أن العدد 2 عدد موجب بالتالي ماذا سنقول؟ سنقول أن هذا استنتاج لدخلت في السؤال الشطرة الثانية من السؤال. إذن تابهوا معي. إذن هنا يحب السؤال. A مربع ناقص بي مربع يساوي 2. يقول السؤال استنتج مقارنة A و B. لحظوا معي. إحنا لقينا A مربع ناقص بي مربع يساوي العدد 2. والعدد 2 عدد موجب. بالتالي ممكن نكتب A مربع ناقص بي مربع أيضا عدد موجب. بالتالي ننقل ناقص بي الطرف الآخر يولي لي A مربع أكبر من بي مربع. وإحنا عدنا أن X عدد موجب. بالتالي 3X زيد 2 أيضا عدد موجب. والجذر التربيع لي 9X مربع زيد 2X زيد 2 أيضا عدد موجب. إذن X عدد موجب رح يخرج لي A أيضا عدد موجب و B أيضا عدد موجب. بالتالي ممكن أن أستعمل الجذر التربيعي. يعني الجذر التربيعي تبهو لـ A مربع يبقى المتباينة صحيحة للجذر التربيعي لـ B مربع. إذن وش يخرج لي؟ مرموط خرج لي القيمة المطلقة لـ A أكبر من القيمة المطلقة لـ B. ولكن هنا A و B عدد موجب. بالتالي تستلزم A أكبر من B. أخيرا لقينا مقارنة بين A و B. نتمنى أن يكون نفهو للجميع. ننتقي إلى الجزء الثاني. يقول الجزء الثاني X ينتمي إلى 0 و 1. وش معلتها X ينتمي إلى 0 و 1؟ أن X محصور بين 0 و 1. إذن يقول بسيط حبارة AX. AX هي الجذر التربيعي لـ X مربع زائد 4 في X مربع ناقص. الجذر التربيعي لـ X مربع ناقص 2X زائد 1. كما نعلم أن X مربع ناقص 2X زائد 1 هي المتطابقة الشهيرة الثانية. هي X ناقص 1 لكل مربع. بالتالي هنا نفس الشيء نقول هذا يساوي الجذر التربيعي لـ X مربع زائد 4 في القيمة المطلقة. دائماً تستعملوا القيمة المطلقة باش تروح لكم المربع مع الجذر. X ناقص 1. باش نلحوا القيمة المطلقة واش رح ندير. إذن X تاعي تابهوا معي. محصور بين 1 و 0. حبيت نلقى حصر لي X ناقص 1. إذن نزيد ناقص 1 للطرفين. إذن ناقص 1 و ناقص 1. وهنا ناقص 1. إذن واش يقول لي X ناقص 1؟ نتابهوا. X ناقص 1. حتى يكون محصور بين 1 ناقص 1 0. و ناقص 1 زائد 0 ناقص 1. إذن كيف يكون X ناقص 1؟ رح يكون محصور بين 0 و ناقص 1. يعني أن يكون عدد سالب. يعني القيمة المطلقة لX ناقص 1 رح يساوي لي ناقص. نسبقه بالنقص. X ناقص 1. و يساوي ناقص X ناقص في ناقص 1 زائد 1. إذن 1 ناقص X. أتمنى أن يكون مفهوم. إذن نطبق هنا. إذن AX تاعي وش يساوي لي؟ AX ماذا يساوي؟ رح يساوي لي الجذر التربيعي تابهو. إذن نحل قيمة المطلقة. X مربع زائد 4 في 1 ناقص X. ننشر AX تساوي الجذر التربيعي لX مربع زائد 4 ناقص 4X. وهذه متطابقة شهيرة ثانية أيضا. ممكن كتابتها. إذن AX ممكن كتابتها على شكل تابهو. X ناقص 2. الكل مربع. قلنا أن كيكون X في الجذر التربيعي ما نقدرش نحو المربع مع الجذر. إذن أخيرا AX تاعي ماذا تساوي؟ تساوي القيمة المطلقة لX ناقص 2. إذن هذه هي التبسيط عبارة AX. ولكن دائما نولي X تاعي. دائما X تاعي محصور بين 1 و 0. إذن حبيت نحل القيمة المطلقة. لازم أطرح. ندير حصر لX ناقص 2. إذن تابهو X ناقص 2 أقل من نحن ناقص 2 لأطراف المتبينة. تولي لي هنا ناقص 2 زائد 1. وهنا أكبر أو يساوي من ناقص 2 زائد 0. أخيرا تولي لي X ناقص 2 محصور بين ناقص 2 زائد 1 ناقص 1. وX هنا محصور بين ناقص 2. إذن X ناقص 2 تاعي هو عدد سالب. بالتالي لحبيت القيمة المطلقة. AX ماذا تساوي؟ راح تساوي لي نسبقه بإشارة ناقص. ناقص X ناقص 2. أخيرا هذه هي عبارة AX. أبقلنا سؤال أخير في هذا الدمرين يقول حل في R باستعمال المسافة. عندي المترجحة X ناقص 2 أقل أو يساوي 4. إذن هنا وش راح ندير؟ نفرض أن النقطة A ذات الفاصيلة 2 وAM ذات الفاصيلة X. إذن باش نديروها بالمسافات. إذن عندي X ناقص 2 أقل أو يساوي من 4. هي نفسها المسافة بين X و2 أقل أو يساوي من 4. أول شي راح أعين النقطة A. أين تقع النقطة؟ قلنا تقع على الفاصيلة 2. إذن تقع هنا. ثم كي يكون مثلكم دائما متراجحة. لازم تحولوا أولا تحلوها على شكل معادلة. إذن أين تقع M؟ بحيث تكون X ناقص 2 تساوي 4. إذن أم تقع على بعد 4. 4 وحدة. إذن 1 نحسب من الجهة اليمين. 1, 2, 3, 4. ثم نتابع. إذن أم تقع راح تقع على الفاصيلة 6. ثم من جهة اليسار نحسب 4 أيضا. 1, 2, 3, 4. إذن أم تقع على الفاصيلة ناقص 2. إذن أين تكون X هنا نولي المتراجحة بحيث تكون المسافة أقل من 4. قلنا أن أم تقع راح تقع في المجال المغلق ناقص 2 ستة. إذن على كل هذا المجال تكون المسافة بين A و M أقل من العدد 4. بالتالي تكون الحلول هنا هو المجال ناقص 2 شرحناها من قبل 6. أخيرا يقول سؤال استنتج حل المتراجحة AX أقل أو يساوي من 4. تابعوا معي. AX ما هي عبارة AX؟ AX لقناها في السؤال الأول أنها تساوي القيمة المطلقة لX ناقص 2. إذن كنعوض AX أقل من 4 معنتها القيمة المطلقة لX ناقص 2 أقل أو تساوي من 4. لماذا قال استنتج؟ لأن حلول هذه المعادلة قيناها من قبل. أستعنى قيناها هي ناقص 2 ستة. ثم هذا بالنسبة لحلول المعادلة المتراجحة عفوا X ناقص 2 أقل أو يساوي من 4. ولكن حذاري. إحنا عدنا الشرط X تانى في الجزء الثاني هو محصور بين 0 و 1. إذن ما هي حلول AX أقل أو يساوي من 4؟ إذن هنا نسميه مثلاً J باش ما نغلطوش. إذن حلول المعادلة تعنا عفواً أقول معادلة المتراجحة AX أقل أو يساوي من 4 هي تقاطع. تقاطع إذن حلول هي تقاطع المجال ناقص 2 ستة مع المجال تقاطع مع المجال. إذن هنا وش قلنا X ينتمي إلى 0 و 1 تقاطع المجالين باش تمجلي الحلول لأن في الشطر الأول مفروض أن X ينتمي إلى 0 و 1. إذن تقاطع المجالين هذه إذن انتبهوا نحن ندركم بالمستقيم العددي إذن تقاطع 2 المجال 2 ستة إلى غاية هذا العدد تقاطع مع 0 و 1. 0 و 1 إذن تقاطعهما كم يساوي لاحظنا أن المجال 0 و 1 مرينا مرة بالأحمر و مرة بالأزرق إذن تقاطعهما يكون 0 و 1. إذن أتينا في الأخير إلى نهاية هذا التمرين إذن في الحصة القادمة إن شاء الله في فيديو آخر سنجيب لكم حل التمرين الثالث والرابع. إذن مراجعة موفقة للجميع وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في انتظار تعليقاتكم وتفعيلكم للقناة نستنى تعليقاتكم إذا أعجب لكم هذا النموذج سنجيب لكم نماذج أخرى إن شاء الله. في الأخير سلام الله عليكم.